اشتركوا في القناة وان هما كانوا خلاص يعني قبل قوصيا لقدنا ان هما يغزوا اوروبا كلها وهنا البوب يطلع ويدعو الى حملة صالبية كبيرة جدا وجيوش الامبراطورية الرومانية المقدسة اللي بقت خلاص حدودها مع المغول بيجهزوا جيوشهم ولكن زي ما كنا قلنا قبل كده ما كانش فيه جيش يقدر يقف قدام المغول نهائي ما عدا جيش واحد فاكرينه هو واحد بس اللي قدر يزم المغول في معركة واحدة بس جلال الدين الخوارزمي ما كماناش حكايته خالص لان حكايته بتنقسم لجزئين في جز حياة جنكيس خان ووزف حياة اقطاي خان فده عشان كده هنكملها النهاردة بس هنرجع لأوروبا دلوقتي واللي تم انقاذها بس دي جيت من عند ربنا ان اقطاي خان مات ولما بيموت اقطاي خان بتتجمع الجيوش المغولية كلها وقياداتهم في مغولية عمين انتخاب خان جديد فبالتالي تم انقاذ اوروبا من الحملة كبيرة جدا بتاعتهم اللي كانت هدفها اقتصا الوصول للمحيط نرجع بقى الجلال الدين بعد هزمته في مراكة السند بيقدر يهرب الى منطقة طبعة عليه بعد النهر السن ويبتدي يتحمف في سلطان الدلهي ويطلب منهم المعونة والتحالف عشان يحارب المغول ولكن على العكس تماما سلطان دلهي المملوكي بيتهرك يهاجمه وهنا جلال الدين بيعمل اللي كانوا ناجحين فيه بشكل كبير وهو الهروب ويقدر يهرب منه ويقدر يحقق غاية ما يوصل لبلاده في فارس تاني في الفترة دي زي ما اتكلمنا عن جيبي وسابوتاي وحملتهم على المنطقة دي وتدمير اجزاء كبيرة جدا من المملكة الخارزمية فكان يعني محدش طبعا في الحكم فجلال الدين قدر يستردمه لكم بشكل كبير ولكن كانت ولاية ضهيفة كلها ولكن جلال الدين بيقدر يكون جيش قوي نسبيا ويقدر يهاجم مملكة جورجيا كله بيهاجم مملكة جورجيا مش عارف ما عملوا لهم ايه ويبتدي بيهاجم مملكة جورجيا ويهزم جيوشها ويخش على تبليسيا عاصمة جورجيا وهنا يعمل جلال الدين اسوأ فعلا ممكن حتى يعملها مسلم مسيحي مش فرق ديانة بيقتل كل اهل المدينة تماما زي ما المغول بيعملوا حتى الكلام المسيحيين او المسلمين وبعد ما قدر يهزم مملكة جورجيا هنا يحس المغول بخطره ان هو بدأي على تاني فاجتدوا يبيعتوا جيش ليه بس الجيش ده بيبقى صغير وهنا جلال الدين بيزبط تاني ان هو الوحيد اللي كان يقدر يقف في وش المغول بقوة وفعلا بيضمر الجيش المغولي ده تماما ويقدر يصمت قدامهم هنا بيحس بالخطر نستنين خالص دولة سلاجقة الروم ارمينيا الدولة الايوبية اللي بيتحالفوا ويكونوا جيش متحالف ويهجموا جلال الدين وبيقدروا يهزموا جلال الدين هزيمة كبيرة وهنا لعنة تبليسي واللي عملوا فيها بتطلع وكل المدن اللي مسيطرة عليها جلال الدين بتصور عليه هنا يعني يزداد الطين بلا وقطاي خان اللي في الوقت ده بقى الخان الاعظم للمغول يبعد جيش لتدمير جلال الدين تماما فهنا جلال الدين بينهزم قدام المغول هزيمة صاحقة ويهرب ما لغاية ما بيوصل لمنطقة ما بين سوريا وتركيا ويهرب في المنطقة دي ما لغاية ما بيقولوا ان يهرب عند فلاح وهنا الفلاح بيقولوا زي ما بيقولوا ان هو كان ليه اخ دي تاني قتله جلال الدين فكان بينتقم لاخوه وهنا بتنتهي الدولة خوارزمية تماما من الوجود ومعتش ليبقى لها اي سيرة او قرص غير ان هي اتضمرت من المغول تماما ده غير حملة المغول خلت دولة سلاجيقة الروم ومملكة جورجيا تابعين لها تماما كده احنا خلصنا المرحلة التانية من حياة المغول بعد جنكيس خان وخطاي خان خلصناها كده وان هم خلاص سيطروا على المنطقة دي تماما وحملة اوروبا خلصت هنتكلم بقى الحلقات الجيهة ان شاء الله الحملة الاجبر والاشهر في تاريخ المغول على حملة الشرق الاوسط وهي سيطرة على بداة فارس وبغداد والشام وحربهم مع مصر فاستنونا بقى في الحلقات الجيهة ان شاء الله وطبعا عشان نشوفوا الحلقات الجيهة نجد ان تابعي لها سبسكرايب ولايك وشير ونشوفك في الحلقات الجيهة ان شاء الله